شديد بهذه الوم وطبعاً كلامنا اليوم بإذن الله تعالى رح يكون منصب على كتابة قائمة الأسماء في صناعة التسويق الشبكي طيب خلوني في البداية أسوي مقدمة هي عبارة عن سؤال أسألة للحاضرين وأريد مشاركات من حضراتكم ما زال العدد بعدت أو نبادين أما تكون على الشات أو تكون مشاركات صوتية لا بس الإنسان إذا يريد يروح في سيارة هذه السيارة هي يعني موديل حديث مريحة في سفر من النقطة ألف إلى النقطة باء لكن لابد عليه أن يتزود بالوقود لأن السيارة لا يمكن أن تمشي هذه المسافة من النقطة ألف إلى النقطة باء بدون وقود بالضبط لما العلماء الصناعة في هذا التسويق يتكلمون عن كتابة قائمة الأسماء هم يتكلمون عن وقود الصناعة لا يمكن أن نتخيل سيارة تخرج من النقطة ألف إلى النقطة باء وتصل بدون وقود مهما كانت السيارة يعني موديلها حديث سرعتها عالية فيها إمكانيات الطريق مهيئة بكل شيء لا بد من وقود طيب إذن يعتبرون قائمة الأسماء هي وقود الصناعة هذا انتهنا مننا نقطة واحد نقطة ثانية لو فرضنا الإنسان ذهب إلى أي محطة من محطات الوقود وأخذ نوعية أو أخذ عفواً كمية من الوقود لا تكفي للوصول إلى النقطة باء بالتأكيد أيضاً لم يصل إذن لابد أن تكون معاي وقود ولازم أن يكون هذا الوقود كافي ومناسب لهذه الرحلة باختصار أريد أقولكم كل الناس اللي تركوا هذا العمل أو ما نجحوا في هذا العمل لم يكن لديهم وقود الصناعة كل الناس اللي يقولون نحن ما نعرف نشتغل وما صار عندي فريق ما كان عنده قائمة أسماء هذه المشكلة هي اللي تواجه أكثر الأعضاء اللي يعانون من مشكلة كبيرة في وجود أعضاء فريق معهم ليش ما عندي فريق بعض الناس يشكي يقول أنا أقدر أبيع المنتجات لكن ما عندي ناس أقدر أعتمد عليهم أو كفريق عمل أو قابلين يعملون معاي لأنه ما عندك قائمة أسماء هكذا كل الخبراء ألفت عشرات الكتب في مجال التسويق هذا من خبراء دخلهم يوصل سنوياً أكثر من 20 مليون دولار وهم يتكلمون عن هذا الموضوع بكل أهمية وبتفصيلات حقيقة دقيقة جداً رح نعرض بعضها الآن طيب إذن وقود الصناعة هو هذا قائمة الأسماء خلوني أبدي من المحاورة اللي كتبناها حول لقائنا اليوم كيف أعد وأكتب قائمة الأسماء الخاصة به إن شاء الله بإذن الله من هذه السلسلة اعتباراً من هذا اليوم ما رح تخرج من خلال هذا اللقاء إلا أنت تعرف ويكون معاك أصلاً حاضر نموذج خاص بكتابة قائمة الأسماء رح يكون جاهز معك إلا أنه تطبعه أو تسوي مثلاً إذا حبيت تكتبها مثلاً على شي تكسل هذا وحده الثانية من هم الأشخاص اللي رح أكتبهم بهذه القائمة لأنه يعني أو الناس مثل ما حطنا الاسم الناس اللي رح تساعدهم لأن يحققون أحلامهم طبعاً أنا أوجه تحية العز شركائي الخمسة اللي من خلالهم الآن صار عندي فريق حول العالم وصل تعداده لأكثر من مليون وأربعمائة ألف عضو كلهم ترى من خمس أشخاص نشيطين خمس أشخاص أنا داعي كثير لو تشوفون قائمة المسجلين الآن عندي بالمجموعة يوصلون مئات لكن الفعالين اللي غيروا حياتي اللي وصلوا هذه الفرصة إلى أوروبا وإلى المغرب وإلى جنوب شرق آسيا وإلى الهند وإلى الشرق الأوسط الخليج العربي تركيا هم خمس أشخاص والآن راح تشوفون حتى تعرفون أنه احنا الموضوع هذا كله قاعد نسوي ترى احنا اللي نريدهم ناس جواهر مو أي ناس بالتالي من هم الأشخاص الذين سوف نساعدهم على تحقيق أحلامهم لأن كل الناس هدول الخمس الحمد لله وإن شاء الله يوصلهم هذا تسجيل ربما يوصلون طبعا أكيد هم ما شاء الله قادة كبار الآن ما حاضرين لربما هذه المحاضرة لكن راح يسمعون بهذا التسجيل وأكيد يكتبون التعليق المناسب كل واحد منهم الآن حقق أحلامه ويمكن أشياء أحلام صارت لأثناء الرحلة في هذا العمل طيب فمن هم هذول الأشخاص أنت الآن مثل واحد قاعد يبحث بين يعني هالسبع مليارات على الناس المناسبين للي راح يكونون شركاك ربما خمسة ربما عشرة ربما يعني عشرين الله أعلم كم سيكتب الله لك راح يكونون معاك ناس ناجحين بالمناسبة أنت تحتاج حتى تحقق نوع من الاستقرار المالي أو الحرية المالية حقيقة تحتاج شركاء استثنائيين حقيقة لا يتجاوزون ثنين أو ثلاثة هم كافين لأن يغيرون حياتك أما طبعا إذا كانوا أكثر فهذه نعمة خير وبركة رب العالمين حتى ما عقد عليكم يومين إذن هذا السؤال الثاني كيف ممكن أحصل على عدد أكبر من قائمة الأسماء كثير من الناس يقول والله يا أخي ما أعرف أنا كل اللي أعرفهم عشرة شخص الآن رح نجاوبك على هذه السؤال وما هي أهمية وجود قائمة أسماء كبيرة ليش تلحون على أن يكون معاي قائمة طيب أنا ما أعرف إلا هذولي خلاص يعني الموضوع ما يحتاج محاضرة لازم تكون معاك قائمة كثيرة ورح نقول لك ليش طيب ولماذا أنا قائمة معارفي صغيرة وخلونا نبدأ من المحور الأخير لماذا أنا قائمة معارفي صغيرة في أحد عنده جواب ممكن يشاركني بجواب حول هذا السؤال لماذا قائمة معارفي صغيرة حياك الله أهلا وسهلا أكيد تكون معارفز قائمة معارفز صغيرة لأنه أنا مني شخص اجتماعي مثلا أو ما عندي معارف قبل جميل هذا واحد من الجواب بعد من عنده جواب آخر السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله سهلا كمال يا مرحبا أهلا وسهلا أنا أقول أنه قائمة المعارف اللي يعتبر نفسه أنه قائمة معارف قليلة هو اللي ما فاهم شيني قائمة المعارف أو اللي يفهم أنه قائمة المعارف هي الأقارب وهذا من الأمور اللي حقيقة يفهمها الكثير خاصة من العضاء الجدد يعني جميل هذا أحد الأجوبة على هذا السؤال بعد سلام عليكم أهلا تفضل أستاذ رفعة تتفضل أتكلم وراك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيي الله الأستاذ الحبيب أستاذ كمال الله حييك وبارك فيك يا مرحبا سهلا معك أخوك رفعة الجبوري من بلجيك الله يبارك فيك نعم حياك الله أستاذ رفعت يا مرحبا متشرف الله أستاذ كمال ممكن أيضا بعض الأعضاء ما فاهمين عملية اقفال الدائرة اللي هي أولها أعداد قامة الأسماء فبعض منهم يتجاهلون ويعملون بعشوائية لذلك يشوف أنه ما يعد قامة أسماء وبالتالي أنه استقطاب يكون خاطئ وأصلا مسيرته في هذا الموضوع تكون خاطئ بسبب تجاهلة لقامة الأسماء ذاك الله خير أستاذ رفعت أنا جاوبت على هذه النقطة وقلت هو وقود الآن لو عندي أحدث موديل سيارة ما رح أقدر أمشي بها لأي مكان لأن إذا ما عندي وقود ما أقدر يعني خلص هي رح تبقى واقفة مكانها ولم أستفيد منها شيء فبالضبط لو قلنا دي أكسن هي عبارة عن سيارة جميلة أحدث موديل ممكن توصلني لأي مكان ممكن أخلص بها كذا شغلة لكن أنا ما عندي وقود بالضبط هذه قائمة الأسماء إذا ما عندك وقود ما رح تتحرك ولا خطوة بهذا الصناعة ممكن تصير بياء من دوب مبيعات ممكن مثل ما كثير من العضاء ناجحين في المبيعات لكن ما عندهم فريق السبب أنه ما عندهم انتهن من هذا الموضوع أنا كان سؤالي أستاذ رفعت هو لماذا قائمة معارفي صغيرة لماذا ما عندي إلا عشرين ثلاثين أربعين إسم ليش السلام عليكم مساء خير عليكم جميعا أهلا وسهلا أخي الكبير وأستاذنا أستاذ كمال احتمال يكون أنهما موجود عندهم أسماء بداخل الجوال وموجود عندهم آلاف الأشخاص عن طريق بقية البرامج برامج التواصل الاجتماعي لكن حكمهم المسبق على هذا الاسم ما ينزلون بقائمة الأسماء ويعتقدون بأن هذا الشخص ما رح يشترك هم الأشخاص يعني يعتقدون أو حكمون عليهم أنهم ما رح يشتركون فلذلك ما ينزلوهم بقائمة الأسماء ولا يكتبوه طيب خلوني أعطيكم مفاجأة أجزاكم والخير إجاباتكم كلكم هي إجابات صحيحة وإن شاء الله رح نجملها بإذن الله في نهاية جوابنا على هذا العلماء الاجتماع يقول لو إنسان ولد في مغارة خير واحد مولد في مغارة ولم يجد أي أحد بالقليل هو يعرف 150 شخص هذه هذه دراسات تتكلم عن موضوع الإنسان والعلاقات الإنسانية واستفادوا منها علماء الصناعة واستخدموها في عملهم أي إنسان بالقليل بالقليل هذا الغير اجتماعي عنده 150 شخص ما شاف أحد يعني لا درس مدرسة ولا اشتغل بعمل ولا دخل جامعة ولا ساكن بحي عنده جيران ولا يروح للجامع ولا داخل أي مؤسسة مجتمعية ولا يوم راح للكاشير وحاسب على مطعم ولا راح عند حلاق ولا شرب استكانة شاي بقهوة ولا هذا إنسان ما يعرف أحد عنده 150 أعطيكم حقيقة ثانية أي إنسان أي إنسان بالكون الآن بينه وبين كمال رئيس دولة مدير ما أدري شنو بأوروبا بأفريقيا بمجاه المدرسة بينه وبين كمال حتى يوصل لي يقولون أي يعني كأقصى حد ست أشخاص أو خمس أشخاص هو سادس منه يعني بمعنى حتى أوضح لكم هذه الصورة بس ركزوا علىها حقائق يعني حقائق مبنية على أساس تجارب يقول لك مثلا على سبيل المثال كمال يعرف أحمد شيخوني أحمد شيخوني يعرف أستاذ سندس بفرنسا اللي بفرنسا تعرف واحد فرنسي أستاذ درس أنا طبعا مثال أنا بالجامعة هذا الأستاذ اللي بالجامعة يعرف الرئيس الفرنسي بالتالي يطلع يجوز بيني وبين الرئيس الفرنسي أربع أشخاص أنتو فاهمين الفكرة فيقول لك العلاقات الإنسانية خصوصا مع الثورة التكنولوجية اللي صارت طبعا هاي العلماء حاطينها قبل هاي هسا ما أعتقد يمكن اثنين ثلاثة أربعة طب يطلع يجوز هو من أصدقاء على الفيسبوك لو على تويتر أنا أقدر صادقي واحد ملك وزير أدخل أسوي له متابعة وخلص صرنا أنا بقائمة اتصال وحدها عن طريق هذه الوسيلة مالتواصل الاجتماعي جاي تشوفون هذه الحقيقتين خلوها يعني عنوان عريض لمستوى العلاقات الإنسانية فلحد يضحك على نفسه يقول ما عندي معارف هذه وحدة أيضا الإجابات اللي جابوها الأخوة بعض الناس يظنون أن المعارف لما نقول المعارف ممكن تعرفها يعني يعني توجه لدعوات أو بينك وبين علاقة أو يكون قريب منك أو لازم يكون صديق حميم مثل ما قال استاذ حارث لا مو هذا المقصود دائرة معارفك إن شاء الله الصديق اللي درسته يا بصف أول ابتدائي والآن لا تعرف تليفونه ولا تدري وين ساكن ولا تدري يعني شنو يشتغل بس أنت تعرف اسمه ابن عام أخو مرت خالك مرت عمك بنت خالتك شفته بالحفلة ما للعرس هذا أنت ما تعرفه تكتب ابن عام ما دري إيش كذا حتى لو ما تعرف اسمه تتبهون أنت طيب واحد يجي يقول لي أنت شنو هذا يعني أنت قاعد تتكلمون هذا شي يعني هذا جنون أنا ليش أكتب ناس ما لا عندي تليفونهم ولا عندي وسيلة اتصال أنا راح أقولكم ليش طبعا هذا الإجابة مهمة جدا لأن أنا ترى واحد من الناس أقولكم ياه بكل صراحة كنت استهزئ بقايمة الأسماء أقول شنو هالخبار يقولون إلا تكتبها يا أخي أعرفهم أنا موجودين مخي طبعا طلع هذا الكلام مو صحيح ليش لأنه طبعا هذا لأنه كانوا يعطونا إياها من غير تعليل وحقيقة أنا من الناس إذا شي ما مقتنع به ما أشوفه منطقي ما أقدر أسلم له بس أنا أقولكم ليش هو منطقي يعني مثل ما ثبتت لكم الآن بالمثال اللي ضربته عن عحمد شيخوني أني ممكن يكون بيني وبين الرئيس ما دلش اسمه هو هذا الرئيس الفرنسي بيني وبينها خمس ستة شخاص عادي يعني الموضوع فلان أنا أعرف فلان فلان يعرف فلان فلان درس بفلان جاه طلع هذا يعرف ذاك انتهى الموضوع فبحكم العلاقات الإنسانية أنه ممكن يكون بيني وبين أي شخص بالعالم الآن أشوفه بالتلفزيون أو أسمع عنه ثلاثة أربعة شخاص بس أنا ما أدري أنا علي أن أسجل فهم ليش يقولون هالشكل أو ليش يخلونا نكتب قائمة الأسماء حتى اللي ما نعرف وسائل بعض وسائل الاتصال بيهم أو الوصول إليهم بس لازم نكتبهم ليش لازم لأنه أنت في حالة كتابة الأسماء انتبهوا لي وهذه أهم نقطة اليوم ما رح أتخلل بتفاصيل كثيرة كيف نقسم وكيف كذا بس أريد أريد نوصل لهذه القناعة لأنه كتابة الأسماء هي عبارة عن جلسة عصف ذهني وجلسات العصف الذهني حتى خبراء التصميم صناعة السيارات بالهندسة صناعة المركبات الفضائية اللي يطلعون الموديلات تعرفون هذول اللي يسعون الموديلات ما للسيارات أو اللي يسعون الديزاينات التصاميم أو الديكورات أو الأزياء هذولا يندفع لهم رواتب سنوية على مودي يطلع بالسنة واحد أو اثنين تصميمين يتم الموافقة عليه وأحياناً يسفرونهم إلى مكان وأي شيء يخترب بالهم يكتبونه جلسات العصف الذهني حتى المخ ينفتح وتطلع كل الملفات تحتاج أي شيء تكتبه فأنت ش تسوي لما تقعد وتكتب بالعصف الذهني على مرتكزات هسا رح نتكلم عليها اللي هي هاي هسا الآن أريدكم تسجلون معا المرتكزات الخمسة المرتكزات الخمسة اللي هي رح تفتح لنا ملفات التسجيل حتى بعد تنتهي ما يجيني واحد يقول ما عندي معارف المرتكز الأول العائلة سجل هاي واحد المرتكز الثاني الحي المنطقة تمام المرتكز الثالث المرحلة الدراسية ابتدائية متوسطة ثانوية جامعية دكتورة ما جدا أي كانت المراحل الدراسية حياتي الدراسية هاي كم صاروا عندنا ثلاثة مرتكزات المرتكز الرابع العمل العمل يعني هذا المرتكز الرابع والمرتكز الخامس المجتمع كم صاروا عندنا خمس هذين المرتكزات خلنا رجع عليهم هس طبعا طبعا تحتاجون اللي يعرف شي تكسل يقدر يشتغل على الأكسل تصير حلوة إن شاء الله يجي على العائلة العائلة منين تتفرع أب وأم صار واخوام الأب شنو عندي أعمام جيد جدة أولادهم زوجاتهم بناتهم مدري شنو تفرعاتهم كلهم طيب هذولا جهة العمات الخالة عفوا العمات الأعمام وما يتبعهم من أهل الأب هذولا لو أريد أجردهم كم يطلعون أسألوا بس هذولا أجردهم يطلعون يفت خمسين ستين تمام يعني إحنا عادة العرب عوائلنا كبيرة يعني فشوف كم عم عندك وكما أولاد عندهم اكتبهم كلهم كلهم اكتبهم أخوان انتبهوا الآن أنا ما جاي أقول الدعوات لأنه هذولا ممكنهم سيصلحون معانا للعمل أنا أريد بس أفتح الملفات ليش أريد أفتح الملفات رح أرجع على موضوع العصف الذيني لأنه لو ما فتحت الملف ممكن ملف يطيح مني هالشكل ترى الدماغ ممكن هذا الملف يطيح مني ويروحون ويا عشرة إذا ما فتح ملف عمي تمام لأن أخو مرت عمي ما شاء الله عليه راح زوجة أخو مرت عمي ما شاء الله عليه راحت أنا لازم أفتحهم من أفتح هذولا أريد أكتبهم والله هذولا ممكن يطلعون ما شاء الله بعدين أجي على نفس جهة الأم تمام وكلهم وكل ما لهم علاقة بهم من أنساب من أرحام من أخوات من أخوات كتبتهم كلهم رجان لحد ترى هذا كلام خبراء ناس دخلهم ملايين الدولارات لحد يقول لي هذا ناس ناجحين هاي تجاربهم الشخصية أنا في لحظة من اللحظات كنت تتخيل أن قائمة الأسماء انتهت عندي وأنه لازم نشتغل على السوشل ميديا طلعت لما قرأت في هذا الموضوع طلعت لا والله احنا ما مش تغلين أصلا قائمة الأسماء عد السماء خلصني قائمة الأسماء ولا يمكن أن نتخلص قائمة الأسماء بحسب كلام الخبراء بهذه صناعة لا يمكن أن نتخلص قائمة الأسماء لذلك يعني هذا خلوا شرط معانا لأننا رح رح افتح قروب خاص بقائمة الأسماء للأعضاء لمتابعتهم بهذا الموضوع لأنه لازم كل واحد خلص قبل الميت نقطة إذا ما يرسل قائمة الأسماء هذا خلاص ما رح يستمر ما عنده بنزين يا أخي ما عنده وقود ما يقدر يكمل فلازم يكتب قائمة الأسماء طيب خلصنا من الأقارب شوفوا طبعا أنا أقول لك إذا خلصت جهة الأب والأم أنت وصلت مية على أقل تقدير هذول عائلة صغيرة يعني جاء أتكلم كل من له علاقة بهم برحم أو نسب طيب جينا على الحي ما شاء الله هسا أغلبنا خصوصا يعني الآن بدت كثير من المدن حتى في دولنا قبل البسيطة والقرار صاروا يبنون عمارات هسا بناء صار كل عمودي بالله عليكم أحد كتب اسماء الناس اللي عنده بالعمارة بالحي جيراني الرسول صلى الله عليه وسلم وصف سابع جاب نصيحة زين نصيحة لهم وكتبوا وين سابع جاب هسا ريد نشتغل على السبعة بس سبعة يمين سبعة شمال البلوك اللي قدامنا البلوك اللي ورانا المجمع اللي ساكنين بي يعني أكو بعض المجمعات مدن مدن كاملة يمت يمت تخلص انت اسماء اللي بالحي يلا احنا ما ريد نكثر خنقول لك اكتب فدميت اسم بس من الحي وبعدين رح نجيك بقاعدة اشلون تجدد كل مرتكز من هاي المرتكزة اللي نصر عملية احلال اللي احنا قلنا مو كلهم بس الآن خليني اكتب القريبين مزين والجار الجنوب اللي بصفي بس يعني منا لسبعة جار سبعة يمين سبعة شمال سبعة أمام سبعة خلف خلنا يسجلهم كلهم هذول سجلناهم تمام اللي ما يورينا قامت الاسماء ما يقدر يدخل بمجموعة يعني مجموعة خاصة سوناها المهارة اغلاق الدائرة واول مهارة هاي اليوم احنا رح نسوي بها ما شاء الله حتى نتقنها هاي المهارة قامت الاسماء طيب خلصنا من من الحي المرحلة الدراسية اللي درسوا بالابتدائية اللي درسوا بالمتوسطة اللي درسوا معاي طبعا نبدي من الصف الى كلهم اللي درسوا بهاي المرحلة يمكن انتقلهم غير مدرسة منو اللي اقدر اكتبهم اكتبهم كلهم خلنا نكتب من مرحلة الدراسية مية كم صار معانا الان مية من العائلة مية من المرحلة الدراسية طبعا هذي تفتحهم وترتبهم والناس اللي المرتبين يعرفون يشتغلون على برامج الاكسل او لهم واهس في كتابة الجداول والله يا محلاها رح تصير عندهم ما شاء الله رح تتفرع ألف واحد ألف اثنين ألف ثلاثة ألف أربعة قائمة باء باء واحد باء اثنين باء ثلاثة الى آخره الى ما شاء الله تمام المرحلة الدراسية بيت العمل الموظفين زملائي الموردين اللي اصدر لهم المحاسبين جهات التجهيز سبلاء اي شخص اي شخص اتعامل معه اي شخص اتعامل معه من خلال العمل اللي يجوني اللي يجي بنا سندويشات اللي ما عرف ايش اللي يصب بنا الشاي ما خلي ما استثني احدا تمام خلصنا من بيئة العمل جينا على المجتمع منظمات مجتمع مدني جمعيات قروب اولياء الامور مع المدرسة ابنائي المسجد المصلين يعني هل معقول اكو انسان اليوم ما عنده هاي المرتكزات وين قاعدها بحيث ما يقدر يطلع ثلاثمئة اسن اذا انتبهولي مسألة اني انا ما عندي يعني معارف او قامت المعارف عندي صغيرة هذا سببها سوء فهم انك فهمت المعارف هم الناس اللي يفترض انك تدعوهم او مؤهلين يكونوا شركاك لا نحن في قائمة الاسماء عبارة عن عملية عصف ذهني لتسجيل كل الناس المحيطين بنا من خلال هذه المرتكزات الخمسة طيب هي ما شاء الله اليوم كلها خمسة وعدنا خمس قواعد ايضا في كتابة الاسماء القاعدة الاولى لا ينجح عضو لا يكتب في قائمته لا ينجح نتبه عضو لا يكتب في قائمته اقل شي 300 اسم لان هذا ما عنده بترولي كفي عشر اسماء يجيك وراء شهرين ثلاثة والله يا اخي ما حد استجاب لي شاه هاي الناس كلها اللي اكلمهم ما ولا حد قال ما عرف انا ولا جايش قد سويت اعلانات على الفيسبوك يا اخ انت شو اداك على الفيسبوك شو اداك على الاعلانات انت اشتغلت على قائمته الاسماء انا طبعا اتكلم هذا بحرقة وقلم ليش وما اريد تقعون بالاخطاء اللي وقعنا فيهم انا كثير من البناء عندي سبب عمودي في العمو يمكن يوصلون الحد خمسين جيل بعضهم كثير منهم معارفي بس ما كلمتهم لين ما كان عندي قائمة اسماء كلموهم الناس اللي انا فاتحتهم شن تعتقد ان هذول فقط اللي يستجبون الي الان السفراء مثلا الموجودين عندي كلهم بعيدين بالجيل الخامس والسادس طيب انا اعرفهم لا اعرفهم ليش ما كلمت كمال لين ما كان عندي قائمة اسماء عرفت شون لين تشنتحكم على الناس حكم مسبق مثل ما قالت واحدة من الخوة شوفوا انتوا لان امام فرصة خصوصا الاعضاء الجدد امام فرصة اخي ابدو صح سجلوا كل الاسماء اللي عندكم سجلوها لا تستثنون احد اذا انا بس اقولكم هاي القواعد الخمسة اولا 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 اقل من تلاثمائة اسم هذا واحد القاعدة الثانية تشتغل على المرتكزات الخمسة التي لا تنظب القاعدة الثالثة زيادة شهريا عشرين شخص كل شهر تزيد اذا كان عندك ثلاثمائة تزيد طبعا شوفوا اخوانا انا بنقول ثلاثمائة مو معنى ليكتب الف غلق ثقوا اعتقدوا انا تابعت احد الناجحين في هذا الصناعة عند قائمة اسمها بها عشرة آلاف اسم عشرة آلاف اسم كتبهم يعني انتم جاء تتخيلون هذا الشي فانا مو جاء بعد الثلاثمائة هذا مو هذا مو شغلته هذا نوتورك احنا شغلنا ويا الناس احنا شغلنا نبني فريق احنا شغلنا ترى مو نبيع احنا مو مندوبين مبيعات احنا شغلنا نحقق احلام الناس احنا شغلنا الناس اللي ما عندهم فرصة عمل نخلي عندهم فرصة عمل نحن شغلنا نخليك إنسان ما عندك ثروة إلا إنسان عندك ثروة نخليك إنسان أنت تستجد الناس إلى إنسان صاحب يد عليا عندك دخل وين ما تروح تعيش معزز مكرم هذا شغلنا مش شغلك تبيع قهوة وصابون وشامبو نعم هاي نتيجة بس هذا دخل إضافي عادي بس شغلك الأساسي كنوتوركر يعني فريق عمل نوتوركر شغلك بناء شبكة بناء شبكة يعني قائمة أسماء طيب إذن وصلنا للقاعدة الثالثة زيادة كل شهر عشرين اسم القاعدة الرابعة لا تستثني أحدا نحن ليش قلنا العصف الذهني ونكتب هاي كلها الهوسة نكتب حتى الناس اللي ما نحكم لا تحكم من تنطي نفسك مجال أنك تحكمها على هذا الشخص والله هذا شكله ما رح يستجيب والله هذا الشكله صاحب مشاكل ولغاوي ورح يجي يزعجني والله هذا شكله ما لك علاقة والله هذا شكله عنده فلوس وما محتاج هاي الفرصة ما تحكم على الناس يا ما ناس حكمنا عليهم الشكل طيب ورحنا على ناس يعني حشاكم ناس ما يستاهلون الوقت اللي ضيعناه يوم والله دكتور متخصص بما أدري شنو وإذا دكتور هاي مشكلتنا الحكم على الناس فما أنت استثني أحد هذه القاعدة الرابعة عفواً وقاعدة الخامسة لا تحكم لأنه هي مرتبطة ببعضها من تستثني أحد ليش استثنيتها لأنك حكمت عليه إذن معنا خمس قواعد لا نحكم على أحد لا نستثني أحد نزيد عشرين اسم كل شهر نشتغل على المرتكزات الخمسة نكتب ثلاثمائة اسم الآن قبل أن ندخل في تفصيل آخر حول هذا الموضوع أسأل سؤال من هو يشتغل على قائمة الأسماء بهذه الطريقة اللي أنا تكلمت فيها الآن عندها تجربة أريد يفيدنا بيها من الموجودين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله يا مرحبا حيا الله يا شيخ الحبيب حيا الله إن شاء الله نساكم الله بالخير والعافية يا مرحبا معكم قاسم التبيبي من العراق بغداد متشرف حياك الله الله عليك الشيخ الحبيب الله قائمة الأسماء والمعارف حقيقة على التصليف اللي ذكرته ولا أرواح من عنده حقيقة أغلبية الأخوات والمدربين قسم من عندهم من يتكلم يقول والله لا تدوفون ولا تتفعون بمسألة قائمة الأسماء والمعارف هذه نقطة فهذه كانت خطأة حقيقة من أسألها وقادة ويعنا بالتدريب سبب ليش؟ السبب الشيخ الحبيب السبب أنه ما فهمين معنى قائمة الأسماء والمعارف اللي جنابة فصلتها حاليا أنا كنت أكتب شيخ الحبيب حتى أصدقاء أصدقائي أكتب أصدقاء أقاربي أصدقاء جيراني أصدقاء معارفي أصدقاء حتى زملاء العمل أصدقائهم فهذه الأمور بديت أكتبها وبديت أعقب على حياتهم وضعيتهم وشو شنو وضعيت احتياجاتهم وشوف شنو الألم اللي عنده فبديت أشفر على واحد واحد يعني على سبيل المثال من قائمة المعارف والعلاقات قرائب قرائب قرائبي بين الطموحة تحب إيش السفر والترحال قمت آني دائما نزلت الحالة التبعي الرحلات السفرات تبعنا تبع شركة راد الخير دائما ما شاء الله بزي الله خير رحلات فتصلت فيها قالت لي خالي هي صحي خالي لأن أمها قرائبي ومعيد قلت لي أنت يوميا مسافر لو أميا مسافر ما تقول لي شون مسافر قال لك هل مفتس شواله هذا كل السفر ببلاشة قلت لي أقدر أسافر ويعطي ببلاشة قلت لي نعم بس أكو ثمن قلت لي مو قلت ببلاشة قلت لي نعم أكو ثمن عشان تجيش هذه السفرات ببلاش فإذن قائمة المعارف والعلاقات حقيقة لو تم الاهتمام بها باهتمام حقيقي مثل ما تفضلت وركزنا على المقاطة الأساسية ودولنا بكل المعلومات يعني أنا اشتغلت على قائمة الأسماء المعارف لما حضرت محاضرة شيفنا حبيبة أحمد بعتبي تكلم على قائمة الأسماء والمعارف صنفها تصنيف قلت شوها كلامها حقيقة أفضل ما موجود لأنه كثير من الأخوة يكتر لما يقول يا أخي ركز على إيش التواصل الاجتماعي ركز على التواصل الاجتماعي مهما عكي في وقت إذا تشتغل على قائمة الأسماء يصبح ما عندك وقت للإعلانات وكذا ما تحتاج مو بس هذا الشيء شيخ الحبيب أنت الأقارب والمعارف والجيران والحي والدراسة ناس اختلطت فيهم عندك احتكاك بيهم فإذا أكو شيء ملموس بينك وبينهم فحيخلي إيش من باب المصداقية والكلام والثقة والأمور كثيرة بينما التواصل الاجتماعي أنت وين يا الله تقدر تثبت للشخص أنت ثقة أنت أمين أنت جايلا من باب ما صلحته وما انفعته فلهذا السبب مثل ما اتفضلت يعني المرتكزات الخمسة لو اشتغلنا عليها وصنفناها على القواعد الخمسة والله نطلع بالنتيجة أزاك الله خيار فأنا قلت لك يعني أصدقاء أصدقائي وأصدقاء قرائب وأصدقاء جيراني كل ماكو شيء تاركه بارك الله أزاك الله خيار بارك الله بك الله يسلمك إذن إخواني شوفوا هذا يعني جزال الله خير أستاذ قاسم يعني شهادة أنا أعتز بها وأيضا أنا أقولكم مياها بصراحة فعلا يعني أسباب تأخرنا كثيرا أننا نحن ما نأخذ الصناعة هذه من أهلها يعني إحنا في ناس يعني نجحوا بهذه الصناعة وحققوا دخل عالي واختبروا وهذه الأمور طيب ليش إحنا نتعب وروح نجرب من جديد فخلينا نشتغل عليها يعني ترى هذول الآن اللي قاعد يشتغلون بالماركتنج فنال والأشياء كلها اللي تكلمنا فيها سابقا كلهم ما شاء الله دخلهم فوق المليون دولار يعاد ذيش الساعة مو مشكلة خليلي موظفين وتسويق ما الكنت خلنا ذي بليفت عشرة خمسة آلاف دولار التسويق على الميديا بس إحنا واحدنا يعني الآن توا بادي وبعدها ما مخلص يعني ما مخلص يعني والله ذاك اليوم واحدة لخوات الماسيات من أنجح الناس ما رد أذكر اسمها في اليمن سجلت وطلعت لها رحلة دولية وكرموها واذا يطلع أخوها مسجل قبلها بخمس مدل ثلاث سنوات بالبحرين طلع يعتب هاي أختي ما أختي قال أختك أنت ما أنت ما كلمتني كلموها ناس تانين خيلوا أختها صارت من أنجح القادة زيان وهو بعده ما شاء الله يعني طبعا أنت ليش لأنه أنت ما ماشي على الطرق الصحيحة للأصول هذه الصناعة طيب أيضا في مسألة ثانية يعني إخواني أنت لما لما تطلب متابعة مثلا ويلعبوا تابعك هذا القاب اللي قاعد يصير يقول لك إيش لونة تابعة يروح يركض لي على الميت نقطة لا هس أنت بالبداية بالبداية هو لازم يكون عنده فريق عنده ناس يسمعو له يعني إحنا شغلنا بالنهاية على الناس صح فأوكي المنتج موجود المعلومات موجودة عن الشركة وعن المنتج طيب هذول الناس اللي رح تحكي لهم هاي المعلومات وين هم ما موجودين طيب تريد تحاسبه أنه مثلا عرض الدعوة على اثنين على واحد ماكوشي زيان أكو عمل يومي هذا العمل اللي تريد عليه استحقاق شهري أنت تريد عليه دخل يعني اليوم وحدة من الخواتر أصلناها حتى تحضر معنا قالت والله أنا تركت العمل لأن ما استفدت من ديكسي طبيعي طبيعي ما تستفيدين ما في قامة اسمه وما في شغل يومي يعني شنو السماء لا تنطر ذهبين إذا يعني حسب ما نعرف ما يحضرني اسمه أحد السفراء الفلبينيين يقول أنا لا يمكن هو سفير تخيل وصف سفير لا يمكن أروح للبيت إذا ما كلمت باليوم عشر أشخاص يعني ما يعتبر دواما انتهى لأنه بخلي النفسه تارجت ما يعتبر دواما انتهى إذا ما باليوم يكلم له على الأقل عشر أشخاص جدد غير اللي يكلمهم أمس يعني كل شهر مخلص لها 300 شخص كل شهر مخلص لها 300 شخص إذن يا أخوان انتبوا على هاي القواعد لازم نفر لابد من التفريق بين الدعوات والمعرفة إحنا الآن اللي نسجل بقامة الاسماء مو شرط ندعو مو شرط ندعو أو قد يكون مو هو المستهدف مثل ما تفضل أستاذ قاسم مستهدفين أقارباء أو أصدقاء قد يكون هو هذه الحلقة ولذلك أحد يمكن نسيت اسمها يابانية كوزاكي أظنني أحد المليونيرات من هاي الصناعة تقول أنا الناس اللي استفدت منهم نلاقي حالات أكثر من الناس المباشرين يعني اللي مثلاً يرفض الفرصة وأقول له إذا أنت يعني غير قادر على العمل وما عندك مجال ممكن تحلني على ناس شوفوا ممكن تحلني على ناس يستفيدون من هذه الفرصة أو محتاجين إلها أنت تنتبهون إلى هالنقطة يعني هو جاي يرفض فأقول له شكراً إليك شكراً لك لأنك استماعت إلي وأقدر ظرفك أنك إنسان مشغول وما تناسبك هذه الفرصة بس هل تعتقد أنه في ناس من أقاربك أو معارفك ممكن يستفيدون من هاي الفرصة هذا كارتي أو تليفوني وسائل التواصل بي إذا سمحت ممكن تعطيهم رقمي لحتى يتواصلون معاي أو أوضح لهم يعني الموضوع مشرط هو ممكن هو عنده دائرة معارف ثانية رح يفتح لك إياها ويوصلك إلى ناس ما ممكن أن توصل لهم إلا عن طريقة وممكن هاي دائرة معارفة يدخلون معاك ويكونون الناس غير أصحاب جدية والتزام فترة من الزمن يعني نسميهم من الموضوع بجدية قبل أيام أنا كنت أشرح على الكشف الشهري لبعض القادة فقلت لهم على الإحالات وأنه كيف النزول الذكي وكذا فقلت لهم مين بيكم يعني الآن سبونسرة موجود تخيلوا من القاعة كان فيها عشرة طلعوا ثلاثة بالضبط على ما أذكروا فعودينهم قالوا إحنا سبونسرنا غادر العمل ونحنا مقتنعين يعني ملاحظين هذه المسألة إذن اكتب كل إنسان تعرفه وليس كل إنسان تريد تدعوه وأيضا الشغلة المهمة جدا اللي لازم يتركزون عليها أنه أنسى أنه أنه أنت ما عندك معارف مستحيل يا أخواني لو نجي مثلا على موضوع المجتمع يعني يعني اجتماعيا إحنا أكو واحد بنا ما يروح للمطعم يحاسب كاشير طيب يسافر ما يسعى الطيارة يعني ما يروح عند حلاق ما يروح عند بقالة يشتري ما يمكن شكل واحد يعني اكتبع حتى لو ما تعرف صاحب البقالة اللي جن بيت أختي هالشكل اكتبع وخلي بلقى أستاذ كمال نعم وقعنا للباخرة على بورصة أنا وياك والأستاذ نادر ما أنا شو سويت شو سويت بالباخرة ما أنا استقلت بالباخرة أتفاجأت نعم أتفاجأت والله أنه طلعنا نصور وهو تركنا راح على بعض السواح وعرض عليهم الفرصة مباشرة وإحنا على الباخرة ما أدري إلى الآن هم مستمرين معك لا بس حاولت نطريعهم عالم ما أدر في الساعات يعني هنا هاي المجتمع يعني نتكرار من المجتمع وما من كان نحن ندر ندر الكافي ندر الحلاء الحلاء أنا اليوم عنده راح في حلاء عطيته الكارت تبعيتي وطلحت حاكين يا زلدة أيوة فهذا رأسا أنت اللي تنطي كارتك إذا قدرت تاخذ مننا كارت هذا الشي جيد أو هو بعد ما انطيت الكارت تتصل بيك وتكتب اسمه وتواصل معاك وطلب تفاصيل أكثر عن العمل إذن يعني أنا أعتقد حد الآن إحنا خلصنا الجزء المهم من التعريف بها قائمة الأسماء بدونها ما راح نقدر نشتغل هي وقود الصناعة كل الناس اللي تركوا العمل هم وماعدهم قائمة أسماء كل الناس اللي ماعدهم فريق هم وماعدهم قائمة أسماء كل الناس اللي ضايعين وحيرين وقاعد يذبون الفلوس على السوشال ميديا والإعلانات مماولة ماعدهم قائمة أسماء ولو عندها قائمة أسماء شبعان ما يلاحق لازم نتعلم كيف ندير قائمة الأسماء كيف نكتب قائمة الأسماء كل هذه الأمور لازم نعرفها يا أخواني حسب المحاور اللي ذكرناها حقيقة أنا ماريد أطيل عليكم أترك المجال الآن في الربع ساعة لأخيرة هذه للأسئلة وإن شاء الله إحنا مكملين في موضوع قائمة الأسماء بس عندي شر الآن اتفقنا كل اللي موجودين معا بالذات الأخوة اللي مسؤول عنهم بشكل مباشر أنا أسبوع ونصرهم هذولا حقيقة حتى تستمرون معاي كل واحد لازم يكتب خلال هذا الأسبوع قبل الثنين الجاي ثلاثمائة أسم حتى أضيفه في مجموعة مهارات إغلاق الدائر مجموعة خاصة أبد ما راح تخليك توقف عن الشغل هذا الشغل ترى يريد منكم التعبون بس لتشهر أربعة وبعدها راح يصير عندكم دخل يعني يعني أساسي ما راح أقول يعني ثروة دخل أساسي حتى ما أبالغ هذا اللي يريده منكم لا حد يقول ما عندي شغل أو واجب الآن واجبك ومن تقعد تكتب قامت الأسماء أقعد مثل هذول الفلاسفة المصممين أقعد جلسة عصف ذهني لحالك وخلي لك سجل وأكتب وإذا كنت من اللي يستخدمون يعني طبيق الأكسل فهذا الشيء رائع جدا راح يساعدك بشكل كبير على أنك تبوب هذه المرتكزات الخمسة ورجعا الكل لازم يكون حفظ هذا المرتكزات الخمسة في القواعد الخمسة المرتكزات الخمسة والقواعد الخمسة هذا مهمات جدا راح يساعدنا في كتابة قامة الأسماء قامة الأسماء إيرك ووري يتكلم عليها السلام عليكم كل الدنيا يتكلمون عنها القائمة نعم حياكم الله تفضله تفضل السلام أستاذ كمان يأطيك العافية الله يعافيكم بلعاك فيك بس بغت أسألك يعني هو إيش الهدف من قائمة الأسماء تمام أنا جبت 300 اسم وغيري جبت 300 اسم يعني في النهاية من المستهلك أو إيش الهدف نحنا نحنا عدنا في إغلاق مهارات إغلاق الدائرة عدنا سبع مهام بعدها بعد ما رح نحطها هذول الأسماء عرفنا الناس اللي رح نشتغل عنهم يعني هو المتيريرز يعني شايف لك ما أحد نجار يشتغل بدون خشب بعدين من يجي بالمادة مالتن اللي هي الخشب يقدر يسوي منها خزانة ملابس طاولة كذا فإحنا في البداية لما جمعنا الناس اللي رح نشتغل عليهم وعرفنا وحددنا عرفنا إذا نواجبنا اليومي شنو الآن رح نبدي بعدين في الدعوة مهارات عرض الفكرة ومتى تحديد الموعد وشلون نمارس على هذا العضو مهارات الإقناع بس هذا كله بعد ما نصنفهم هل هذا الشخص محتاج إلى المال أكثر وين مثل ما قال أستاذ قاسم وين الألم والأمل ماله في ناس تشتغل على الألم وفي ناس تشتغل على الأمل شلون الأمل أكون إنسان حالته وضعه متوسط الحمد لله مكتفي عنده مكانيات جيدة ماشي أسرته لكن يطمح على أن يأمن نفسه بدخل إضافي لطوارئ هذه الدنيا وكذا فإذن هذا تريد تبني عنده أمل شلون راح تعطيه خطة أخواني هنا هذا اللي إحنا دائما ننقصنا أنه نربط صناعتنا بالأحلام يعني بعض الناس لما تقول له الأحلام يضحك الحلم هو مستقبلك وأي إنسان بدون حلم يعني بلا هدف طبعا ليش الناس تضحك على الأحلام لأن أغلب الناس ما عندهم جدية والتزام تجاه هدفهم وبالتالي الحلم معناه يعني وهم عندهم لكن الناس المنجزين العظماء اللي صنعوا التغيير في هذا العالم لا حققوا أحلامهم كلهم يقول لك حققت حلمي وحققت هدفي وصلت ويسوي يعني عفله بهذه المناسبة فأستاذ عبد العزيز كلامك رائع جدا نحن الآن بهذه الخطوة قاعد نعطي مهام مهمة للعضو اللي مقتنع معنا طبعا بالمناسبة وحنا بكرة قدنا برنامج عرض الفكرة كل ثلاثة فعدنا برنامج خاص لعرض الفكرة هذا شنو راح نستخدم به راح نستخدم به المادة اللي راح نرتبها بس أنا قاعد أبدو إياكم لها خطوة خطوة ما نقدر نعطي المعلومات كاملة لأنه أنا بصراحة أقرب الناس إلي أمس أكلمهم من فريقي قال لي واحد منهم كل صراحة قال لي ما عندي أنا أنا ما أعرف أحد أنا ما عندي أصدقاء وهذه مشكلة أنا أريد أقنعها أنا لا عندك فهذه مهمتنا في محاضرة اليوم سيد عبد العزيز أنه عندك لأنه علماء الاجتماع كلهم يتكلمون أنه لا يمكن لإنسان في أقل الأحوال يعني مع 150 هذا إنسان ما اختلط بأحد لا درس ولا تعلم ولا اشتغل ولا راح جامعة ولا راح مطعم ولا راح سوء وهذا مستحيل ما موجود هذا الإنسان فيما بيننا الآن يعني إحنا لو نجي بس على وسائل التواصل الاجتماعي لكل واحد الأصدقاء المضافين عنده الآن بالحساب الشخصي ما لنلقى نلقى عادي يعني 100 شخص 200-300 السلام عليكم ورحمة الله حياك الله مرحبا السلام عليك حيا الله شيخ كيف حالك شكرا بارك الله شيخ إذا تسمح لي يعني في بالي مداخلة أو في بالي تقسيم للتصنيف قائمة الأسماء أنا دائما أتكلم بيها نعم لعله تكون يمكن بوجهة أو بطريقة مختلفة شوية أنا دائما أقول قائمة الأسماء تصنف أول قائمة اللي إحنا نقول هي القائمة الدافئة أو القائمة الحارة أو القريبة القائمة المتأثرة كيف يعني المتأثرة القائمة اللي أنا ممكن احتكاك معاهم أو ممكن هم يشوفوني فمن أبدأ أنا بتغيير بعض السلوكيات عندي إلى الإيجابية أو تغيير بعض ممكن حتى في الاستهلاك أو في العادات اللي عندي أكو أشخاص قريبين عليك أكو ردة تسعيل حتكون مختلفة من كل شخص شخص رح يتجاهل التغيير اللي عندكم ولا ينتبه عليه وشخص آخر ممكن رح يبقى مراقب من بعيد وشخص ثالث رح يجي يقول لك شنو اللي تسوي انت هنا أنا لما أبدأ أأثر عليهم بهذه الطريقة إذن الشخص الأولى إنه أنا أكلم وأبدأ بوضعه في القائمة الأولى اللي هو اللي سألني لأنه هذا تأثر أو وصلت رسالة أو وصل بعض الشيء فممكن أنا أقول هذا الجزء الأول نعم تفضل الشيخ أستاذ حارث أنت الكلام قاعد تتكلم بي أنا أتفق معاك جملة أنا تفصيلا بس خلوا بالكم أنا ترى الآن قاعد أتكلم في المرحلة الأولى وما أريد حكم مسبق حسب القواعد اللي ذكرنا فلما أنا أقول حارة باردة دائرة مدري إيش قريب ما أنا حكمت فخلي هذه كل الأحكام اللي بعدين والتفصيل بعد أنا جاي أتكلم عن جلسة عصف ذهني لكتابة أنا جاي أتخيل أن الأعضاء اليوم اللي معانا واللي يسمعون هاي محاضرتي البال حسجلوا في الديكسن جميل عرفت شون فأريد منه الآن بس يحضر لي ثلاثمائة اسم يعني الطالب أول ما يروح للمدرسة شي سول أول يوم ينطون الكتب ويوصون أهله يقولون يجيب فلان دفتر للرياضيات ودفتر للجسم هاي أنا إيش جاي يسوي لأم بعدين لأنه راح نستمر والله أعلم يجوز خمس محاضرات أو أكثر في موضوع قامت الأسماء جميل جميل شيخ لأنه قامت الأسماء ترى خبراء صناعة مالفين بها كتب أنا بحث باللغة الإنجليزية وما شاء الله جيبي إيش اسم الذكاء صناعي اكتبها ورح ينطيك كتب بالعشرات بس باللغة الإنجليزية كلها تتحدث عن قائمة الأسماء صح وكل خبراء صناعي أهس لو تدور احنا بمحاضرات نكرنا القادة تلقى محاضرة الأسماء يذكرون هوية غلاق الدائرة جزء بسيط لا مو جزء بسيط هي الأساس قلت لك هي المادة الأساسية اللي راح نشتغل عليها لا يمكن مثلا طالب يدرس بمدرسة معه ورقة وقلم ودفتر وكتاب فإحنا شلون نريد إنسان ينجح بالصناعة فهمنا كل شي فهمنا الخطة التسويقية والشركة وتأسسات وحتى علمنا على قائمة الأسماء وكل هذه المهارات إغلاق الدائرة كلها علمنا هي بس بالتفصيل الممل شلون يشتغل يكتب القائمة ما يعرف أنا جاي حتى تجربة الشخصية أنا يعني كل الاحترام والتقدري الأبلانية تبعي ما أحد منهم علمني موضوع دقاء أنا شنة تستيزي بهم حقيقة يعني أقولكم يا للأسف وخسرت ليش لأنه لما كانوا يشرحون حتى قائمة الأسماء شون سألني الأخ عبد العزيز الآن قبل شوي ما يشرحونا ما يعطونا تفسير منطقي ليش يقولون مثلا قبل بدارة الأسماء أنه لازم تكتبها كتابة لأنه حتى تتذكر وجربوا الآن لما تكتب رح تتذكر ناس ناسيهم يعني بالعصف الذهني يا أخواني لازم يصير نوع من الكتابة أحيانا يخلون الشخص خاص اللي يكتب ويخلون الإنسان يتكلم حتى يطلع كل الأفكار اللي عنده ولازم لحظة الكتابة هذه ما عندك أي حكم مسبق بس يصير حكم مسبق أنت خسرت لأنه ترى ما أنا أقولكم الآن اللي موجودين أنا مو قلت معي خمسة ناس ناجحين هذول الخمسة الناس الناجحين الدخل العالي ما يجي منهم مباشرة تصدقون ولا واحد منهم الدخل العالي ما يجي ولا واحد منهم مباشرة من الدول اللي فالموضوع أنت ما تعرف وين الخير حتى المقتنع فيك ما تدري هل هو قوي لو مقوي حتى يفتن بصناعة ناس دخل وخبراء على مستوى العالم في مجال الفطر والمكملات الغذائية ما وصل أستار روبي ودلالة توصل إلى شسم توصل إلى قريب من مرحلة السفير ما لها علاقة فالموضوع الحكم المسبق هذه مشكلة الآن أنا اليوم كتبت تغريدة حقيقة هي واقعية النجاح المالي ليس له علاقة مباشرة بالمعرفة والتعلم بدليل أذكى الخبراء الماليين والمحاسبين وأمهر المحاسبين على مستوى العالم هم يشتغلون عند ناس أثرياء أقل منهم تعليماً وهذول الأثرياء لا يمتلكون 10% من ما يمتلكونه محاسبين ومديرهم والماليين من العلم بالمال وإدارة الأموال شرايكم ليش هذا صاحب الفلوس وهذا يشتغل عند أبراته لأن المال يرتبط بالسلوك أكثر من العلم بالسلوك بالتصرفات وهذا طبعاً موضوع آخر فقائمة الأسماء سلوك لما تجي علمية تقول هسا هذا خبال والله واحد قاعد يكتب قائمة أسماء يكتب معارفة شنو يعني هذا ما عنده شغل وعمل وسوان أعرفهم هم جيران عليش أنا أروح أكتبهم هي هاي مشكلة ساعات الذكاء يصير نقمة مو نعم يعني شخير حبيب ولو تسمح لي أنا أتمنى أنه ضمن القواعد الأساسية أنه نضيف نقطة أساسية هي ألي حالة ألي حالة أنا أعتبرها حقيقة مهمة جداً نعم هو هو أكيد بس أنا شباب أنا والله كل اللي تقولون أتفق معه كلها ترى راح يجي بالشرح بس بالبداية خليه يكتب هو إذا ما كتب الشخص اللي عارفه أو مار علي جاره ما راح يوصل لي حالة كلها ترى راح تجي بس خليه يكتب بالبداية اليوم خلوا هذا الأسبوع شكوا عضو معاكم جديد يكتب ثلاثمائة اسم وشوفوا أنت قعد بعدين وياه قاعدة خاصة وفصل راح تشوف تطلع عندك حالك ويطلع هذا حر ولو باردة وهذا راح يستجيب لو مرة فإحنا بالبداية هذا النية ما نحكم ما نستثني نستمر نزيد يعني هاي القواعد راح نستمر معاها وبعدين من ورا هذول راح تطلع عندنا إحالات أكيد مليون بالمئة أصلا أنا واحد من الناس اللي أؤمن أنه مثلا أكثر الأقارب ما راح ينجحون معاك بس راح تستفيد من الإحالات يعني أكثر الأقارب أقرب الناس اللي يسمونهم الدائرة الحارة اللي المفروض هما قناعة تكون عالية بيك هما أكثر ناس راح يهاجمون على الأغلب يعني هذا اللي شفناه وشاهدنا شيخنا الحبيب أستاذ كمان عذرا للمقاطعة فقط للمفارقة والطرفة يعني موضوع عندي أحد الأعضاء هنا في بلجيك علي أبو عبد الرحمن أستاذ علي فهو من الزبار يعني من مدينتكم من ديرتكم يوم من الأيام يعني تكلم بخصوص قامة الأسمار فقلت لأذكر يعني أصدقائك معارفك اللي حتى مسافرين اللي موجودين بالزبير غيرهم فأحد المفارقة أحد الأشخاص اللي يستهدفهم هو أقربائك وسجلوا والآن يمكن هو حاليا وكيل نجم في ألمانيا مقيم عفو أولا أقول لك عادي جدا زين ما ذكرني أنا لأنه لأنه صارت يعني كثير من كثير من الأصدقاء يعني تصير دائما معي بس طبعا خلص إذا أنا ما كلمت حتى لو أقرب الناس لي ذاك اليوم أبو صايف دائما يذكرها أنه يكلم شخص فيه عمان ودخله وكذا فبعد ما سجلوه واشترى الميت نقطة فقالهم والله أنا في أخ صديق يكلمني من زمان عن هذا الموضوع بالشركة بالصراحة ما تواصل بعد معي وما صار بيني وبين اتصال شوفاي لأنه ما في متابعة وتسجيل فأنا تركت الموضوع وما كان أكو فرع الظاهر بالأردن فقال يقول أبو صايف قلت له من هو هذا قال اسمه كمال الدوسري يقول أنا استحيد صرت شون فاتصل عليه قلت له خلاص يعني هو سجل وياك على قولة هارون الرشيد أينما تنطري يأتيني خراجك خلاص الحمد لله يعني الحمد لله احنا لازمين مفوق فخلي وينما يسجل يسجل كمان وفقط كان تعقبا على كلام حضرتك لما قلت كنت ما فاهم قائمة الأسماء فسبحان الله يعني هذه واحدة من المفارقات ودليل كامل يعني موجود أمامك حاليا يعني أكيد 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 فهي هذه هذه الاشكالية اللي نحن يعني سبحان الله نقع فيها دائما لكن يعني ملحوقة ترى يعني شوف ترى أنت الآن أنا قلت لكم ما في شخص في العالم ما نقدر نوصل إلا بخمسة أشخاص يعني إحنا أي شخص نقدر نوصل من خلال خمسة أشخاص وبالتالي السبع مليارات ترى ما أخذت صور فأنت أخذت أقارب أنا جوز رح أخذ أقاربك بس لازم أشتغل صح يعني أشتغل عن طريق قائمة الأسماء مثل ما خبراء الصناعة قاعد يتكلمون وعلماء النفس قاعد يتكلمون والناس اللي نجحوا قاعد يساوون فإحنا ليش نضيع وقتنا نقعد نجرب ونخترع أشياء نحن نحطها من راسنا هذه هي يعني الموضوع اللي تكلمت فيه أنا أتمنى أنه الرسالة وصلت اللي ريد اليوم هو عبارة عن جلسة عصف ذهني كل واحد يجلس لهم مدة ساعتين تلافة منها للأسبوع الجاي يكون جاهز مع 300 اسم حتى نضيفه في مجموعة مهارة إغلاق الدائرة جزاكم الله خير شكرا لكم حسن استماعكم وتجاوبكم أستاذ الكريم السلام عليكم عليكم السلام ونحت الله حياك بعد أمرك أنا رايحة رأم حضرتك من عندي بس أنا عندي يعني موسأل شي لأيلي من بعض أمرك أنا نجمة ماسية اسمي نذا السر ميني عندي الله يكرمك ويبارك بعمرك وفتح الله عليك وزادك إن شاء الله علم ورفعه ونور يا رب أستاذي أنا ما عم بقدر فوت على حسابي مع أنه معي الباسورد ومعي رأم العضوية بس ما عم بقدر لا تابع فريقي ولا فوت حتى شوف عمولاتي ولا أي شيء أنت من فريق الدكتور السجيع الله يرحمه صحيح صحيح تواصلت معك سابقا أيوة الله يجزيك خير خلاص أنت عندك تلفوني ولا أنا لا والله يا دكتور أستاذ الكريم لا والله راح من عندي لأنه انكسر تلفوني وراحت المعلومات أنا راح أكتب الهاتف على الشات بس رسليلي رسالة الآن آه در الله يجزيك الخير عننا ويبارك بعمرك وصحبك ألف شكر لحضرتك السلام عليكم عليكم السلام صفر خمسي أربعة واحد نقلوا الرقم تبعيتك أزداز كمان للكل لا هذا ما في أحد ما يعرفه موجود ما شاء الله ديكسون حطته بالموقع ما ديكسون تركيا ما في مشكلة طيب أنا استمحكم معذران إن شاء الله وصلنا إلى نهاية البرنامج ألقاكم دائما وأبدا على خير إن شاء الله نلتقي غدا يوم الأثنين أيضا بنفس الموعد لمتابعة الكلام في قواعد كتابة الأسماء بحسب صناعة البيع المباشرة شاح إزاك الله خير قبل النهاية بس ياريت إنه رابط وتأكد إنه بقروب معين إنه ديكسون ديكسون يعني جانب رابط لقاعدة بقروب مثلا قروب القادة أو قروب معين أو نرسل على قروب معين نرسلها بالقروبات الخاصة وعادة أنا على القناة تمالتي في تليقرام أعلن عن القناة تعد تليقرام بس تكتب كمار الدوسري رح تلقى فيها الرابط دائما للليقاءات هذا بزاك الله خير بزاك بارك الله بك السلام عليكم